خطأٌ كبيرٌ يقع فيه حتى بعض المعارضين للخرافة أنَّهم يقولون نحن لا ننكر التطوَّر الصغروي، لكنَّنا ننكر التطوَّر الكبروي الذي يحوِّل كائنًا إلى نوعٍ آخر من الكائنات، فالبكتيريا تطوَّرت لكنها بقيت بكتيريا وعصفير داروين تطوَّرت لكنها بقيت عصفير لا إخواني، لا التطوَّر هو تغيُّراتٌ عشوائيَّة وانتخابٌ طبيعيٌ ترقيعيٌ أعمى هكذا يعرِّفونه وهذه هي دلالة المصطلح عند أصحابه فعندما توافقهم على ما يسمونه بالتطوَّر الصغروي فأنت تقرُّ بأن العشوائيَّة تكسب الكائنات خصائص نافعة وهو أمرٌ باطلٌ عقلاً وعلماً وكل الأمثلة التي يُريدونها هي على تكيُّفاتٍ بديعةٍ دقيقةٍ لا مكان فيها للعشوائيَّة أبداً فليست ماكرو ولا مايكرو ولا نانو ولا ثمتو إيولوشن لا يُقال هنا لا مشاحة في الاصطلاح مش مهم التسميات بل كهنة الخرافة يُراهنون كثيراً على التلاعب بالتسميات يريدون أن يبدو متحرري الفكر واسعي الخيال العلمي عميقين نظرة حين يقولون التطوَّر الصغروي يحصل في سنين فلماذا لا يحصل الكبروي في مئات ملايين السنين لتبدو أنت يا من ينكر قولهم سطحياً ضيِّق الأفق بينما تسمية التكيفات بالتطوُّر الصغروي هي في الواقع قلبٌ للحقائق فالتكيفات حقٌّ وتطوُّر الصغروي وهم وكذب التكيفات تعني الحكمة والقصد والتصميم المقدر والتطوُّر يعني العشوائيَّة والصُّدفية فتسمية التكيفات بالتطوُّر الصغروي هو كتسمية العلم بالجهل والحكمة بالعبثية هذا ما نقصده بخلط الحقائق بالخرافة خلط المشاهدات بالنظريّة والتنبُّه له مهمٌّ جدًّا إخواني